موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلاب وطالبات الصف الثامن أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول وما زلنا مع الوحدة الثانية الأعداد النسبية بند 2-7 الجذر التربيعي للعدد النسبي أول شيء راح نتعلمه أو نتذكره مع بعض طبعا مربع الحدد ده احنا أخدناه قبل كده مجدد علينا حتى الجذر التربيعي نفس الشيء مجدد علينا درسينه قبل مربع العدد هو عبارة عن ضرب العدد في نفسه طبعا عندي مربع العدد 5 عبارة عن 5 تربيع الاثنين اللي فوق هذا القس اللي فوق عبارة عن 5 تربيع فمعناها هي الخمسة تربيع معناها أضرب العدد في نفسه 5 ضرب 5 يسوي كام؟ 25 مربع العدد سالب 5 نفس الشيء سالب 5 تربيع يعني أضرب سالب 5 ضرب سالب 5 وأنا بضرب هنا عددين صحيحين سالبين معا فالناتج يصير موجب 25 إذن هنا مربع العدد دائما هيكون عدد موجب طب لما نروح على عدد النسبية اللي هي موضوعنا الحين مربع العدد النسبي عندي عدد نسبي ألف على باء وطبعا القاعدة هذه التعميم أو القاعدة دائما بركز عليه لأن دي بدايتي في الدرس اللي هي بمشي عليها دائما إزاي بجي مربع عدد نسبي؟ حط لك هو ألف على باء يعني لازم يكون العدد النسبي على صورة ألف على باء بعدين بربع ومعنى التربيع أننا بضرب العدد في نفسه ألف على باء ضرب ألف على باء وبعدين الضرب العادي اللي احنا عارفينه بسط في بسط ومقام في مقام ألف ضرب ألف ألف تربية باء ضرب باء باء تربية يعني مربع العدد النسبي عبارة عن مربع البسط ومربع المقام ودائما زي ما اتفقنا مربع أي عدد نسبي لا يسوي صفر هو دائما بيكون عدد موجب تدرب واحد صفحة 72 طبعا ده تدريب لنا على الجزئية اللي احنا قلناها مربع العدد طبعا عندي هنا في الجدول العدد ثلاثة مربع اضرب في نفسه تسعة مربع السبعة سبعة ضرب سبعة تسعة واربعين مربع سالب ثمانية موجودة من الأصل 64 واتفقنا الناتج موجب لأن مربع أي عدد طبعا سالب أو موجب الناتج التربيع بتاعي يكون موجب التسعة مربعها واحد وثمانين تسعة بتسعة العاشرة تربية لما جيب الناتج صرمية وصلنا لهذه وأنا كتب لك تحت لاحظ لإيجاد مربع العدد النسبي الذي على صورة عدد كسري لابد أولا تحويله لكسر مركب بسط ومقام آلف على باب أضرب الصحيح في المقام وزيد عليها البسط يصير سالب خمسة على الثنين طيب مربعها طبعا خلي بالك السالب لما مربعه يختفي صرموجب مربع البسط خمسة وعشرين مربع المقام ربعة وخمسة وعشرين على ربعة تطلع بكم ستة وربعة برد أحولها لعدد كسري طب ليه حولت العدد كسري ودي الحقيقة هنشوفه في الجذور الحين لأن الأصل بتاع العدد عدد كسري فأنا أريح نفسي بدل مسألة نفسي أخذ المسألة أو أوقف عندي خمسة وعشرين على الأربعة ولا أكمل لا إذا كان العدد اللي أنت بتجيه بتربية وعدد كسري يبقى إذن المربع بتاعه يصير عدد كسري التسعة أجزاء من عشر مربحها واحدة من جزء من مية وسالب تسعة من عشرة يصير سالب موجب واحدة ثمين من مية طبعا لاحظنا العددان النسبيين اللي عنده هدول إشارتهم مختلفة وطبعا تسعة أجزاء من عشرة وسالب تسعة أجزاء من عشرة كل منهم معكوس جمع للآخر فمربع هما بيطلع نفس النادل وهنا طبعا بيديني تعريف لي الجذر التربيعي ومثال بسيط جدا وسهل جذر خمسة وعشرين كام أنا بس أن نفسي من جذر للضرب شون العدد اللي ضربوا في نفسه يعطيني خمسة وعشرين خمسة ضرب خمسة إذن جذر خمسة وعشرين هو خمسة لأن خمسة تربيع بخمسة وعشرين أي أن خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين طب جذر تسعة واربعين كام يساوي؟ سبعة لأن سبعة أسة ثمين أو سبعة تربيع بتسعة واربعين ليش؟ سبعة ضرب سبعة يساوي تسعة واربعين وكل عدد نسبي هنا موجب له جذران أحدهم موجب والآخر سالب وطبعاً هنا الكتاب يقول ستقتصر درستنا على الجذر الموجب للعدد النسبي ولاحظ من تدرب واحد دي أنا وضحتها لكم في الشريحة اللي قبل هذه وأن تسعة أجزاء من عشرة وسالب تسعة أجزاء من عشرة هم الاثنين طبعاً كل منهم معكوس جمعي للآخر فلما ربعنا طلعوا الناتج عدد موجب 81 جزء من مية تدرب اثنين هنا بيعلمني إزاي أجيب مربع العدد النسبي والعكس طبعاً عندي خمسة وعشرين تسعة وعشرين هذا العدد طبعاً أنا بكمل فقالي البسط عبارة عن خمسة تربية يعني الخمسة وعشرين شون العدد اللي مربعه خمسة وعشرين هو خمسة شون العدد اللي مربعه تسعة وعشرين سبعة طيب التربية حين موجودة على البسط والمقام أخليهم على قوس واحد عشان أحدد أقول أني خمسة على سبعة مربعها خمسة وعشرين على تسعة وأربعين هذه فكرة أني صارت اثنين فوق على الخمسة والسبعة طب رقم بقى طبعاً هنا عدد نسبة في صورة عدد كسر اثنين وربع ما يصير اتفقنا شرط أساسي لازم أحاول كسر مركب أربعة ضرب اثنين ثمانية زد واحد تسعة على أربعة طب التسعة أسأل نفسي شون العدد اللي أضربه في نفسك يعطينا تسعة؟ ثلاث شون العدد اللي أضربه في نفسك يعطيك أربعة؟ اثنين طيب العدد النسبي الحين عايزين نقول أن العدد النسبي اللي مربع كذا يعطينا تسعة على أربعة إيه هو العدد النسبي هذا؟ ثلاثة على اثنين فبقول عبارة أن العدد النسبي ثلاثة على اثنين مربع تسعة على أربعة ده الغرض من هذا أو من تدرب هذا طيب جيم العدد النسبي 64 جزء من 100 أحوله لصورة كسر اعتياري 64 على 100 وأسأل نفسي 64 شون العدد اللي أضربه في نفسي يعطيك 64 ثمانية طيب المية واخدينها قبل كده وعرفين وحفظين من الجدول 10 تربيع بمية طيب الحين أحولها لعدد نسبي مربع مربع 64 على 100 يا 8 على 10 يبقى إذن 8 على 10 هي عدد نسبي مربع 64 على 100 اللي هي 64 جزء من 100 واحد صحيح و44 جزء من 100 أيضا يصير تحت 100 المية 144 عبارة عن 12 تربيع وأسأل نفسي المية شون العدد اللي مربع يعطيني 100 هو العشرة إذن 12 على 10 هي العدد النسبي اللي لو ربعناه يعطيك 144 على 100 يعني واحد صحيح و44 جزء من 100 تدرب 3 صفحة 73 هنا بيدربنا على بعض الجزور وهنا بطلب منكم طلب أبناي وبناتي الجزور التربعية هذه سهلة من جدول الضرب أقدر أحفظ من جدول 1 إلى جدول 12 إن كل جدول من الجدول هذه اللي احنا عارفينها في عدد له جذر تربية أستطيع حفظه بسهولة فال16 جزرها كام؟ جزرها 4 لإن 4 تربيع بـ 16 أو 4 ضربة بعتك 16 و 25 جذرها التربيع 5 لأن 5 تربيع عبر عن 5 بـ 5 و جذر 36 لأن 6 تربيع يسوي 36 و 144 جذرها التربيع 12 لأن 12 تربيع يسوي 144 كمراً واحد ألف صفحة 75 وهنا نيجع على الشيء المهم اللي نعزك تتعلم في درس اليوم وهو عايز أجيب الجذر التربيع لعدد النسبي 225 على 64 طلب كتير جاوب دقاءة 64 وأستاذ جذرها التربيعي 8 لأن 8 ضربة 8 و 64 طب الـ 2225 شن رح أسوي فيها؟ هنا في مشكلة أنا محافظ الجدول اللي في 225 شن رح أسوي؟ هل جاء إلى تحديل العدد طبعاً حلل العدد إلى إيه؟ إلى العوامل الأولية شن الأعداد الأولية اللي أنا عرفها وحفظها على الأقل الأقل من 10 الـ 2 والـ 3 والـ 5 والـ 7 واخدينها قبل كده في دروس المجموعات والعدد الأول هو العدد الذي له عاملان فقط مختلفان هما العدد نفسه والواحد طيب أنا شن رح أسوي الحين؟ ما هو التحليل؟ كتيب لي فوقنا قسم طب شن رح أقسم؟ عشوائي؟ هل في قاعدة همشى عليها؟ نعم أنا وضي لك القاعدة أنا عندي العدد 225 عايز أقسمه عندك الألوان موضحة متى نقسم على 2؟ متى نقسم على 3؟ متى نقسم على 5؟ نقسم على 2 إذا كان رقم الأحد أو الرقم في الأحد زوجي اللي هو يصفر ياثنين يأربع يستة يثمانية طب متى نقسم على الخمسة؟ خلينا الخمسة عشان هما الاثنين نفس الفكرة أطالعي الأحد لو صفر أو 5 نقسم على 5 طب متى نقسم على 3؟ أجمع أرقام العدد لو طلع ناتج الجمع من مضاعفات العدد 3 أي أقبل القسم على 3 فنقسم العدد كله على 3 طب مسألتنا الحين 225 لاحظ الشرطة الطويلة هذه اللي بالنصف معناها تقسيم ودي بنسميها من قسم المطاولة اللي أنا حاب نخاف منها دي اسمها قسمة أفقية سهلة وهعلمك الحين شلون بتقسم القسمة الأفقية ليش بدنا بالخمسة؟ هنقسم على خمسة مباشرة لأن رقم الأحد خمسة فمن تذكر الموجودة يسار هنقسم على خمسة تعال نقسم 2 تقسيم 5 ما يصير الـ 2 صغيرة نكبرها شوية 22 تقسم 5 كم يساوي من جدول الضرب؟ طبعا 22 تقسيم 5 تقبل لأنها كبيرة بس ننزل بالجدول العشرين عشرين تقسيم 5 أربعة والباقي اثنين وين راحت الاثنين؟ صارت مو يعني أضفة على الخمسة لا هي أعتبرها يام من خمسة يصير هم الاثنين مع بعض خمسة وعشرين وخمسة وعشرين تقسيم 5 يساوي كام خمسة؟ الحين العدد 45 تقسيم 5 لأن رقم الأحد خمسة يساوي كام الناتج 9 من جدول الضرب 9 تقسيم 3 يساوي 3 3 تقسيم 3 يساوي 1 طالب يسألني سؤال يقول أنت ليش؟ ما من البداية ريح نفس 9 تقسيم 9 وواحد وريح وافتك منها لا شوف التذكر فوق أنا بحلل العدد للعون الأولي يعني الشرطة اللي انت شايفة هذه الأعداد اللي باليسار 2 و 3 أو 5 أو 7 أعداد أولية فلو حطنا 9 مع 5 هيصير كده خطأ لأن 9 حدد مو أولي طيب الحين شلون راح أكتب الناتج بتاع التحليل بتاعي؟ لاحظ هنا الخمسة تكرت كم مرة؟ مرتين يعني الـ 25 أصبحت 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 3 5 ضرب 5 من التعريف المربع العدد بـ 5 تربية طيب والـ 3 ضرب 3 ثلاثة تربية طيب والـ 64 حفظين من الجدول الثمانية ضرب ثمانية يصير ثمانية تربية الحين لما أجيب الجدول لاحظ معي تونو واخدين تدرب من شوية إزاي أكتب العدد النسبي في صورة مربع عدد نسبي آخر فالـ 5 تربية ضرب 3 تربية تحت ثمانية تربية هيصير 5 ضرب 3 على ثمانية وخلات التربيع كله فوق على القوس الحين 5 ضرب 3 خمستاش طبعا الحين من تعريف الجذر التربيعي ما هو الجذر التربيعي لعدد؟ طبعا هنا عندك المربع موجود تحت هو طبعا 15 على ثمانية لأننا عنده هنا التربيع على 15 على ثمانية فالجذر كله ناتجه 15 على ثمانية الحين طالب يسأل إنت هناك كنت بتقول لنا بسط حول عدد كسري هل هنا أكمل ولا أوقف؟ أنا بقول لك قاعدة عشان لا تحتار إحنا عايزين شنو فوق؟ الجذر التربيعي لـ 625-64 عدد نسبي في صورة كسر مركب إذن الناتج بتاعه خليه نفسه معه عشان مباشرة لما أسألك الحين بعدما خلصنا حل شنو جذر 25 يا أستاذ 15 شنو جذر 64 يا أستاذ ثمانية فانت خلي الناتج دائما مشابه للمسألة أو للعدد النسب اللي تحت الجذر تمرن واحد بها صفحة 75 أوجد كل من جذر التربيعي لـ 3 أو 6 على 25 بس عدد الجذر أمامه سالم السالم ما لا يعنيني في شيء ده خارج الجذر خلاص الحين أسأل نفسي سؤال معلومة إحنا قلناها وأنا كتبها لك هنا في تذكر العدد النسبي لو كان على صورة عدد كسري عشان أجيب له الجذر التربيعي لابد أن يحول إلى كسر مركب أضرب الصحيح في المقام وزيد البس ثلاثة ضرب 25 إلى 75 زيد على 6 يصير 81 إذن تصبح سالب الجذر التربيعي لـ 81 على 25 طبعا هنا أسأل سؤال هل أحتاج هنا أن أحلل؟ أنا قلت لك في الجدول هناك احفظ لـ 144 جدولك جدول 12 كلنا حفظينه الأعداد اللي عندي تحت الـ 144 فسهل أعرف الجذر مباشرة 81 جذر التربيعي 9 والـ 25 جذر التربيعي 5 الحين لاحظ أن أطلب منك الجذر التربيعي لعدد النسبي في صورة عدد كسري إذن شن راح أسوي؟ أكمل 9 إلى 5 كسر مركب أحولها لعدد كسري التسعة تقسيم 5 و 1 والباقي 4 الواحد هو الناتج يكتب يسار والباقي 4 يكتب في البسط أنزل المقام بدون أي تغيير تغيير تمرن 2000 صفحة 75 أوجد الجذر التربيعي لكل من الأعداد التالية 1 صحيح و 96 جزء من 100 طبعاً عشان أجيب الجذر هنا بكتب طبعاً العدد تحت علامة الجذر وهذا العدد في صورة عدد نسبي على الصورة العشرية أحوله للصورة الاعتيادية الكسرية هيصير 196 على 100 طبعاً هنا المية سهلة عارفين جذرها التربيعي 10 لكن المية 96 في بعض الطلبة بيحفظوه ولكن إحنا قلنا طالما 196 إذا مش حافظه أعايز أتأكد وعايز أقسم أو هو طلب مني مستخدم من التحليل العامل الأولية فبنقسم ليش بدت بالـ 2 تقسيم؟ لأن رقم الـ 1 6 زوجي لما كنا رقم الـ 1 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 يبدأ زوجي أقسم على الـ 2 تعال نقسم 1 تقسيم 2 ما يصير الـ 1 صغيرة 19 تقسيم 2 9 لأن 9 ضرب 2 18 لكن أنا قسمت من؟ يعني باقي 1 وين يروح الـ 1؟ يكتب يم 6 تصير كام؟ 16 16 هذه تقسيم 2 يساوي 8 يصير 16 وليس 7 بنكتبه يم 6 ونطقه معدد من منزلتين أو 16 الحين 98 أقسمها على الـ 2 لأن رقم الـ 1 8 عدد زوجي 9 تقسيم 2 4 فيه باقي؟ نعم لأن 4 ضرب 2 8 لكن أنا عندي 9 يبقى الباقي 1 يكتب يم 8 صارت 18 تقسيم 2 كام؟ 9 العدد الذي ظهر عندي 49 هل أكمل أقسم على الـ 2؟ لا لأن رقم الـ 1 9 لا 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8 طب ينفع أقسم على 3 أجمح 9 مع 4 يصير 13 13 ليس من مضاعفات الثلاثة يعني ما تقبل على ثلاثة طب هل أقسم على خمسة؟ رقم الـ 1 9 لا 0 ولا 5 إذن قلنا لو لا يصلح الـ 2 أو الثلاثة أو الخمسة فنقسم على من العدد اللي بعد كده السبعة وإحنا حفظين وعرفين 49 تقسيم 7 يساوي 7 7 تقسيم 7 يساوي كام 1 لاحظ شيء هنا معلومة رح أقولها لك الحين الأعداد الأولية اللي يسار الخط هذه العدد 2 تكرر كم مرة مرتين وتذكر هذه المعلومة في الجذر التربيعي الأعداد هذا اللي بنقسم عليه تتكرر 2 أو مضاعفات 2 يعني تتكرر مرتين أو 4 أو 6 والـ 7 نفس الشيء لأنها تصير مربع العدد فهنا عشان أسهل عليك ما رح نطبق نفسه ما عملنا فيه تمرن لطاف شوية كان صعب ومفهوم للطالب كان صعب فعايزين نجيب شيء سهل قريب للطالب يحلي المسألة بسهولة فبنقول له أنا عندي هنا طبعا 196 صارت أو صارت تحليلها 2 ضرب 2 ضرب 7 ضرب 7 2 ضرب 2 يعني 2 تربية القوس هذا ويم و 2 معناها أخذ منهم 1 يعني جذرها 2 و 7 ضرب 7 أخذ منهم 1 تصير 7 فمباشرة بقول أني جذر 196 2 ضرب 7 والـ 100 جذرها كام 10 أضرب للبسط طبعا العددين اللي في البسط 14 وطبعا هنا أيضا نفس الشيء لا تحتار لا تقول أبسط ولا ما أبسط أحول لا عدد كسر ولا لا طب خلها صورة عشرية ارجع للسؤال أنا طالب منك 1 صحيح و 96 جزء من 100 يبقى لازم الناتج يصير بالصورة العشرية نفس السؤال فيصر 1 صحيح و 4 أجزاء من 10 نيجع على أوجد عددين تمرن 3 صفحة 75 أو إذا عددين صحيحين متتاليين يقع بينهم العدد جذر 52 و ده آخر سؤال عندي فطبعا هنا ليس أني هذا السؤال هو جذر 52 ما نعرفه طبعا الجذر 52 زي ما تعرف إن شاء الله في السنوات القادمة ليها جذر بس جذر صحيح مو صحيح يعني مثال 49 لها جذر تربيع كام 7 عدد صحيح مو كسر لكن جذر 52 هيطلع يعني فيه كسور لو جربنا إلى آلة الحاسبة هيطلع في الآلة الحاسبة 7 فاصلة أعداد كثيرة فهو عايز هنا يعرف الجذر 52 يقع بين أي عددين صحيحين متتاليين طبعا الجذر 52 فيه قبله عدد وبعده عدد هذان العددان لهم جذر تربيعي ف52 إيه العدد اللي قبله ليه جذر تربيعي فأنت لا تتعب نفسك سهلة روح على جذول الضرب جرب أنت في كل جذول من الجذول من اسم الجذول اضرب اسم الجذول في نفسك يعني إيه اسم الجذول أنا مثلا عندي جذول 5 اسمه جذول 5 اضرب 5 في 5 25 يبقى إذن عندي العدد اللي في جذول 5 الليه جذر تربيعي 25 طب جذول 6 6 ضرب 6 36 يبقى عندي 36 طب بدينا نجرب لاحظ جربنا على 52 طب جذول 7 7 ضرب 7 كام 49 يبقى إذن العدد الأول هو 49 طب والعدد اللي بعدين انت عرفت أنه 7 خلاص مباشرة اللي بعديه جذول 8 شنو العدد اللي في جذول 8 له جذر تربيعي 8 ضرب 8 64 وكده الـ 49 والـ 64 هما عددان طبعاً لهم جذر تربيعي والـ 52 يقع بينهم نأخذ الجذر التربيع للأعداد الثلاث وأنزل جذر 49 7 جذر 52 ما في جذر التربيع لها صحيح جذر 64 8 لاحظ شيء هنا المعلومة المكتوبة 49 أصغر من 52 أصغر من 64 هذه معلومة مكتوبة في صورة رياضية معناها أن الـ 52 محصور بين 49 والـ 64 ففي النهاية بلاحظ أن جذر 52 محصور أو يقع بين 7 و 8 إذن العدد جذر 52 يقع بين العددين 7 و 8 و 7 و 8 هم عددين صحيحين متتاليين وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس وزي ما بننبف في كل مرة راجع الدرس شوف تمرأ الأسئلة لما حليناها شوف تدرب الأسئلة لما حليناها مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق إن شاء الله شوف تدرب شوف ترجمة نانسي قنقر شوف ترجمة نانسي قنقر